أسلوب الاستثناء وعناصره كفى لعباً يا شهد خمس دقائق أخرى فقط يا أمي كفى يا فهد فشهد لم تنتهي من مذاكرة دروسها بلى يا أمي لقد ذكرت دروس اليوم إلا درساً واحداً فقط إذا قلت لي يا شهد لماذا يستخدم حرف إلا سأطلب من أمي أن تتركك تلعبين بعض الوقت حسناً فهد إنه سؤال بسيط إلا أداة استثناء صحيح يا شهد أسلوب الاستثناء يساعد الشخص في توضيح بعض المعاني كحصر أو قصر بعض الأحكام على فرد أو جماعة وإخراج شيء محدد من حكم عام لو كان لديك مجموعة من الأوراق وكلها أبيض إلا ورقة واحدة لونها أزرق مثلاً ستقول حينها عندي مجموعة أوراق كلها بيضاء إلا واحدة صحيح يا شهد هنا استثيتي ورقة واحدة الزرقاء من المجموعة الكاملة في كلامك وبينت تفردها عن غيرها وأخرجتها من الحكم فكل الأوراق لونها أبيض ما عدا واحدة خرجت عن هذا الحكم ولونها مختلف مثال آخر جاء المعلمون إلا معلماً قرأ الطالب الكتب إلا كتاباً زرع الفلاحون الأرض إلا فلاحاً نلاحظ من الجمل السابقة أن الاستثناء هو طريقة في التعبير تقضي بإخراج الكلام الواقع بعد إلا من حكم الكلام الواقع قبلها نستنتج أن للاستثناء أركان وهي المستثنى منه المستثنى أداة الاستثناء المستثنى منه هو الكلمة التي دخلت الحكم وشملها وتقع قبل أداة الاستثناء أما المستثنى فهو الكلمة التي لم تدخل في الحكم ولم يشملها وتقع بعد أداة الاستثناء هل توجد يا فهد أدوات استثناء أخرى غير إلا؟ سؤال جميل يا شهد تعودنا أن نستخدم الأداة إلا في الاستثناء ولكن توجد أدوات أخرى عدا خلا حاشا غير سوى ما عدا ما خلا ما حاشا مثل حضر الأصدقاء غير زيد قرأت الكتاب سوى صفحتين جاء التلاميذ عدا تلميذا وصل المسافرون حاشا مسافرا أنفقت مالي خلا قليلا قابلت رفاقي ما عدا المؤمل حضر الطلاب ما خلا طالبا نعم يا فهد لقد قرأت أن هذه الأدوات عدا خلا حاشا غير سوى سوى ما عدا ما خلا ما حاشا يمكن تصنيفها إلى حروف وأسماء وأفعال كما يلي خروف إلا عدا خلا حاشا أسماء غير سوى أفعال ما عدا ما خلا ما حاشا أحسنت يا شاد وكلها تستخدم مثل إلا كأداة للاستثناء في الجمل والآن يا أمي هل من الممكن أن أكمل اللعب لخمس دقائق فحسن؟ نعم فقط خمس دقائق ومن ثم تعودين لتكمل مذاكرة دروسك شكرا يا أمي شكرا يا أمي